موسيقى مساء الخير مشاهديكونات هلا وأيضا متابعين عبر بانيتي جروب تحياتنا لكم جميعا كل عام انتم بخير بالنسبة للربيع اللي عم بصل بنص الشتاء عن جد اليوم يعني الطائس وعدونا ان يكون ماطر ولكن ربيع 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 الطائس بجنن استغلوا الفرصة واطلعوا هيك على الطبيعة لو شوي برد ولكن طول ما الشمس موجودة طبعا والناس قاشعة بقولوا على كل حال تحياتنا لكم جميعا في الاعداد والتقديم معكم باسيم تحيات لطاكم هلا اللي بخلينا نكون عندكو في بيوتكو دايما بأبهى صورة وأحلى صوت وأكيد ما تنسوا بانيتي جروب متابعين اكتار بكل العالم تحياتنا لكم جميعا بدنا نبدأ الفقرة الاولى الفقرة الاولى طبعا محدد الهوائت والفقرة التانية محدد الهوائت ولكن قبل هيك بدي اشكر يعني خلال التخديرات للبرنامج مرأت على كتير كتير رسائل وتفاعل رائع جدا من الحلقة السابقة يوم التنين بدأ اشكركم عن جد وطبعا تعذرونا دايما اذا ما طلع اسم كله انه وقت البرنامج محدد وكتير سريع التفاعل وبلش تفاعل حتى قبل ما نطرح المثل فبدأ اشكركم جميعا خلينا نبدأ يعني الضيافة عند العرب معروفة وزمان كانت اكتر اليوم ما حدا بضيف حدا لانه تغير العصر والناس كلها مشغولة ولكن الضيافة عند العرب نصحونا اجدادنا اذا احنا كضيوف بدنا نكون يعني خففين الظل وخففين على المضياف اللي بدو يضيفنا واللي يستقبلنا فالضيافة عند العرب لازم تكون 3 ايام 3 فقط مش 3 شهر يا جماعة ولا 3 سنين في ناس بيجوا ببلط وبقعدوا 3 ايام و اليوم درس رياضيات بمبسوطين معهلة 3 ايام وربع 3 ايام وثلت او 3 ايام ونص واحد اكتر من الثاني انتبهوا كتير معروف جدا انه الضيافة عند العرب واجدادنا نصحونا طبعا حتى نكون اخفاف على المضيف يعني اللي بضيفنا عنده في بيته 3 ايام يا جماعة يعني اول ما نصل مرحبا واهلين ثاني يوم منشوف الاحباب ثالث يوم منبدأ نرتب اوعينا او شنتاتنا ونقول لهم الى اللقاء فمنكون اخفاف نضاف على الجميع مش نقعد 3 شهر في ناس مبلطة بعرفها ويمكن عم بحضرونا 3 شهر ونص صر لهن ولكن الديافة عند العرب ومش قاصد حدها الديافة عند العرب 3 ايام وربع وتلت او نص واحد من الثلاث كسور مزبوطة اليوم درس رياضيات رح نكشف قديش تفاعلكو بالرياضيات سهل واحد تنين ثلاثة ربع تلت او نص سهل جدا على 058392 4051 ده اقولكو شغل كتير مهم هذا المثل لانه كتير ناس اليوم بسبب طبعا وضع الاقتصاد الصعب الوضع شو بدأقولكو الاجتماعي الاصعب واصعب يعني ما منيجي عند الناس حتى في نجان القهوة مرات بيكونوا حاسبين قديش بيكلف انتبهوا كتير ومش عم بقصد حدا ولكن الضيافة عند العرب يا جماعة ربع مع الثلاثة ايام تلت مع الثلاثة ايام او نص مع الثلاثة ايام والتفاعل من ضيوفنا شو بدأقولكو عالتفاعل الحلو يا جماعة هاي الناس مجمورة ظاهر من الضيافة مرات يعني بقولوا منحبش الضيف وزوادته معه اليوم طبعا كتير بحسبوها فقبل ما تبعتو لنا تحيات رجاء يا جماعة قبل ما تبعتو لنا تحيات على 0583924051 بدنا اجابات يا جماعة عفا يعني بحب انا انه الاجابات بالاول تكون ومن بعدها التحيات رح نبدأ مع اجابة خاطئة جدا حنان حسن من طمرة بدي اقولك انه الديوفك رح يكونوا زعلنين منك كتير مش هيك الاجابة يا حنان حنان حسن غيري وارجعي لنا حطي رابع وارجعي لنا على كل حال كمان امال من يافا زعلنين منك ضيوفك يا امال مش هذا الكلام الصحيح يا امال من يافا اسعد الله مساءكم ومساء كل المشاهدين ام محمد حسن من طمرة الرقم الصحيح مش كتير انتبهي كتير مش كتير بدك تغيري مساء الخير مين معنا هون يعني في كتير ناس عم بيبعتولنا كمان امتال بتشابه بنخليها معنا ولكن ما بقدر احكيها لانه اذا بدأ احكيها منكشف طبعا عنلي معنا خلينا نشوف هنا مين معنا ولا اجابة صحيحة لا اسا كلكوا اعتبوا بالفخ وكل ديوفك رح يزعلوا منكم مساء الخير لأحلى قناة قناة هلا سارة سيرو فعور من شعب غلط اجابتك خاطئة جدا بدك تغيري يا سارة سيرو وسيرو على ما كدر الله متل ما قال انتبهوا كتير مين معنا هون عدنان فايز زعبة عدنان من تمرز زعبية بدك تغير وضيوفك زعله منك ضيوفك زعله منك يا عدنان زعبة انتبهوا كتير خلينا اعيدك ما مرة الضيافة عند العرب ثلاثة ايام وربع وتلت او نص مهم جدا هاي يعني مرات حتى بنصير نقول انه فيش فرق بين الربع والنص والتلت لا والله بالضيافة فيه بنصير نحسبها هن بالتانية وكتير ناس بتقول الاجابة خاطئة ام كمال من الناصري يعني لا اسا لهاللحظة بعد نبدينا برنامجنا تقريبا هقل من خمس دقائق ولا اجابة صحيحة واليوم كل ديوفكم رح يزعلوا منكم بفكر انه بس نكشف على المثل رح نحكي كتير عالضيافة عند العرب ليش قالوا هيك المثل الضيافة عند العرب يا جماعة تلت تلت ايام وربع وتلت او نص بدنا نختار الكسور اليوم درس رياضيات مع تحياتنا لكل معلمي ومعلمات درس الرياضيات يا جماعة ابو احمد من الناصري كمان مش كتير يا ابو احمد وقعت بالفخ ابو احمد وضيوفك زعلوا منك اليوم خلينا نشوف مين هون اول اجابة صحيحة يا جماعة نشكر الله الف مرة اول اجابة صحيحة من الدكتورة امني يا محمد قعدان من باقة الغربية الله يسعدك دكتورة يعني عم بستنى جواب صح اول اجابة صحيحة ما تغيري ابدا وان شاء الله كل المشاهدين يختاروا متل ما اخترته لانه الاغلب الاغلب يا دكتورة عم بقع بالفخ واحنا طبعا عم نعطيه النصايح كتير كتير التفاعل يعني بدي ارجع احسن ما افاشق عن حدا طبعا كتير كتير صعب طبعا لانه سريع جدا الاغلب رح ناخد عشوائيا صفاء من شفاعمر كلامك صحيح بلشت بلشت البحوثات والاجابات الصحيحة تصل الضيافة عند العرب يا جماعة تلت ايام هذا ايش اكيد ولكن مع تلت ايام ربع تلت او نص يعني تلت ايام وربع تلت ايام وتلت تلت ايام ونص مساء الخير نجمة وامير من المقابلة كلامك صحيح الظاهر ديوفكو راضين عنكو هاتوا ناخد عشوائيا صعب اقضل ارجع لتحت لانه منعلق ساعتها في كتير ازمة ثير هنا عنا بهذا الرقم مرحبا كرم من الطيبة كلامك صحيح تحياتنا لك يا كرم من الطيبة مساء الخير معين عبدالله من كسرة الظاهر ديوفك راضين عليك يا معين كلامك صحيح ما تغير ابدا شو مع اهل القدس يا جماعة دلال زين من القدس كمان كمان عم ببحثوا ووصلوا اليوم للاجابة الصحيحة فدلال زين من القدس ما تغيره ابدا ام عرسان من العيادات الزرزير ديوفك زعلنين منك ام عرسان غيره تلت ايام وشو الديوف عند العرب يا جماعة وكتير ناس انا بحب طبعا الديوف يجوا اهلا وسهلا فيهن ولكن مرات لانه اليوم الوضع تغير فاجدادنا من زمان من زمان من زمان قالوا انه الديوف عند العرب حتى تكون انت ضيف خفيف نضيف يعني خفيف ونضيف كانوا يقولوا دايما ومن ضيفكم دايما فالضيف الخفيف تلت ايام وربع تلت ايام وتلت او تلت ايام ونص انتو اختاروا الصحيح وفي فرق يا جماعة مرات لما بيكون الضيف تقيل يعني بوزنه وتقيل بهدفته فمنحسب احنا الكسور هاي الصغيرة بصير ايه لها ايمتها؟ صاله وهالضيف يطير يا جماعة وزعلوا مني كتير الديوف كانوا عندي ممكن مش عليكم الحكي مرحبا دينا من الفريديس الاجابة خاطئ يا دينا بدك تغيري دينا من الفريديس الديافة عند العراب يا ترى ليش قولنا لدينا خطأ هل دينا من الفريديس اختارت تلت ايام وربع تلت ايام وتلت او تلت ايام ونص شو اختارت دينا يوسف من علوت مرحبتين وهلا وسهلا فيك يا يوسف شو يا يوسف وين الاجابة مرحبا أهلا وسهلا يوسف ابعتلنا شو الضيافة عند العرب تلتة أيام وربع تلتة أيام وتلت أو تلتة أيام ونص حنان حسن من طمرة ما تغير أبدا كانت معك التانية سابتي عن جد والضيوفك راضين عنك سلام عليكم أبو حسام الحاج وعليك السلام يا أبو حسام الحاج يحيى من الطيب الرقم صحيح ما تغير أبدا فتحياتنا لكم يا جماعة بدأ أشكر اليوم عن جد النصيحة غير أنه بالأمثال في كتير نصيحة وصلت يعني من الجدات والأجداد نصائح وصلتنا من خلال الأمثال لا يصير الصوت حلو مشكرين جدا بدأ أشكركم جميعا بدون ذكر أسماء لأنه اكتار على كل حال هاي النصائح رأحفظها دايما غالي أبو أحمد من الزرزير مساكم عسل وخير وأحلى تحية لقناة هلا الديافة عند العرب ثلاثة أيام غالي أبو أحمد من الزرزير زعله منك ديوفك اليوم انتبه دك تغير يلا غير يا غالي وتحياتنا لكل الغاليين اللي عم بشاهدونا يوسف أبو راس من علوت تحياتنا إلك كمان يا يوسف دك تغير زعله مننا ضيوفك زعله منك كتير اليوم الديافة عند العرب يا جماعة بكل المناطق طبعا بكل منطقة عم بتشاهد قناتها لو بتتابعنا على الديافة عند العرب ثلاثة أيام وربع بنمرة واحد ثلاثة أيام وتلت بنمرة اثنين أو ثلاثة أيام ونص بنمرة ثلاثة ويقولولي شو الفرق بين الربع والنص والله في فرق عند الديافة في فرق بتصيروا تحسبوها وكتار بقولوا والله كلامك صحيح لأنه مرات إذا بيجي عندنا ضيف تفيف ونضيف من ضيفه وإحنا مبسوطين ولكن إذا بيجي عندنا ضيف قتقيل بكل شيء بيجي أذكر شو بنصير نحسب الربع والنص والثلث اللي هنقيمي بهالأيام ويم قلتها ودبيتها وكتير ناس ممكن تزعل مني اليوم من رضيكم بمثل بجنن بالفقرة التانية على كل حال ما حدا بزعل من أجدادنا وجداتنا لأنه أنا ما لعلاقة بالأمثال الأمثال كتبوها أجداد ده وجداتنا أنا ما على الرسول إلا البلاغ بوصلكوا إياها بطريقة عصرية على قناة هلا حتى نستفيد إحنا من نصائح أجدادنا ونعرف ليش قالوا أجدادنا واليوم يعني كتير ناس بتقولك من حبش الضيف وزوادته معه ليش؟ لأنه تغير الزمن الكل مشغول بقولك يجي عند ضيف ويقعد لي طب ما أنا بشتغل ومرتي بتشتغل وأولادي بشتغله وجيراننا بشتغله فيش حدا يضيف هالضيف فإحنا منقول إنه الضياف عند العرب بتضل طبعا يعني عاداتنا وتقاليدنا أكيد ومن ضيف وأهلا وسهلا ولكن الضياف عند العرب ما تكتروا كتير يا جماعة يعني في ناس بس مع راحوا يضيفوا فلان ثلاث جمعة ونص انتبهوا كتير ها فالضياف عند العرب نصحونا أجدادنا مش من اليوم من مئات السنين مئة وعشرين سنة ممكن وأكتر قالوا الضياف عند العرب حتى ما يقولوا سأله ويروح أو سأله وتروح ثلاث ايام وربع ثلاث ايام وتلت أو ثلاث ايام ونص وفيه فرق صدقونا بالكسور خلينا نرجع للتفاعل بيلسان وتوفيق وجوري منير اسماعيل من الريني الجواب شو خاطئ جدا الرقم اللي اخترتوه بتكوا تغيرو بيختارو أرقام مرات واحد تنين تلاتة فانتكوا بتكوا تغيرو غالي أبو أحمد من الزرزير يسعد مساك مرة واحدة تكفي طبعا ثلاث ايام وكلامك صحيح ولا تزعل مننا وان شاء الله ما يزعلوا الضيوف اليوم بعرفش يعني بعد ما نشرح المثل ممكن يا غالي أبو أحمد من الزرزير يزعلوا مننا كل الضيوف وما يعودوا يتصلوا فينا حتى انتبه فاحنا ما بدنا نزعل حدا احنا عم نشرح ليش ضيوفنا ممكن انه يكونوا يعني محترمين أكتر ونستقبلهم بمحبة أكتر إذا بعرفوا هذا المثل إجابته الصحيحة فؤاد وعمت هدى من الفريديس عمت فؤاد كمان تلاتة ايام ومش كتير بدك تغير يا فؤاد وقول لعمتك هدى إذا كانت عندك ضيفة تختار رقم آخر تلاتة ايام وربع تلاتة ايام وتلت أو تلاتة ايام ونص انتو شو بتختاروا واحد تنين تلاتة محمد سالم أبو كوش من عرعر النقب تحياتنا لكم بالجنوب يا محمد سالم ما تغير أبدا وضيوفك راضيين عنك أنا بتأكد تحياتنا لك بعرعر النقب أهل وسالتيك جاكلين من يافا نطينا من عرعر النقب ليافا طبعا على البحر مثلا الخير مثلا نور تلاتة ايام وكلامك صحيح يا جاكلين جاكلين شو رايك اكتبيلي يعني عن جد ضيوفك هيك بتكون انت راضي عنهن ولا شو مساك ورد ورحان شكرا تلاتة ايام مش كتير يا أمل عواودة ام ايهاب من كفر كنة مش كتير رح يزعلوا منك ضيوفك بكفر كنة فشو اختارت يا ترى ام ايهاب هناك يا ترى اختارت تلاتة ايام وربع تلاتة ايام وتلت أو تلاتة ايام ونص الضيافة عند العرب تلاتة ايام من امير من يافة الناصري كمان امير زعلوا منك ضيوفك بيافة الناصري يا امير غير يا امير يعني كسور مع انه عم نختار ربع وثلت ونص فيش فرق كبير بناتن ولكن عند الضيافة في فرق صدقوني عند الضيافة بتكوا تعرفوا انه عند الضيافة لما بكون عندنا ضيف وهالقدة يعني هدفته بسموها هدفي خفيفة بتطلبش بسألش مش دايما بديوا يتطلبوا شو عملتولي وشو قدمتولي وشو كذا يعني بكون هيك فيه الافة بناتنا بنسألش ولكن لما يكون الضيف هدفته تقيلة منصير نحسب يا جماعة الكسور الصغيرة هاي شايفينها ربع وثلت ونص منصير عنا الها زي كأنه مليون سنة صلى ويخلصها النهار وفزعلوا مني اليوم كل ضيوفي ممكن مايعدوش يراجعوا لعنا حتى بزيارة أبصر الله أعلم على كل حال لأنه طيبة قلبنا بتنسيهن ورح يرجعوا أكيد مسأل خير لين زعبي شو يا لين ديون فيك راضيين عنك لين أهلا وسهلا فيك تلت أيام زي ما قالت لين يا ترى شو قالت لين زعبي هل قالت تلت أيام الضيافة عند العرب وربع الضيافة عند العرب قالت لين زعبي تلت أيام وتلت أو تلت أيام ونص أنا كيف شايف قالت صحيح ولولا شوي يعني فضحنا المسائل فتحياتنا لين زعبي والضيافة عند العرب يا جماعة حتى تكون أنت ضيف يعني كويس خفيف ونضيف ونضيفك وإحنا محبين ما تطول كتير يعني نصيحة لأنه اليوم الكل مشغول يعني زمان كانوا يحملوا هالبؤجة ويروحوا اليوم بيحملوا شنتة وبقولك جاي أضيفك أهلا وسهلا فيك أول يوم تاني يوم تالت يوم منصير نقول وين تهضيف لأنه ربطنا بدنا نفل إحنا علينا شغل حياتنا عصرية وبدنا نرتض فهضيف ربطنا منصير نقول صلى الله ويروح حضيف مع أنه منحبه كتير من قلبنا ولكن لأنه حياتنا عصرية وبدنا نشتغل ونراكد عشان ندفع دفعاتنا مش زي زمان زمان كانت هالحقول تعطينا المحصول ونقعد أهلا وسهلا حطوا هالقهوة على النار كانت الحياة غير شكل على البساطة اليوم كلنا لازم نركض واللي بقعد في بيته وبمد حاله هذا رح يكون يعني كتير كتير نسميه كسلان وممكن يكون فاشل فبدك تركض أنت للحياة تركضلك وتعطيك هاي نصيحة على هامش مبسوطين مع هلا وإن شاء الله تظلوا مبسوطين اليوم لأنه بنصيحة ضيوفنا مش كتير رح تكونوا مبسوطين خاصة لللي بضيفوا كتير يا جماعة وبعرف انه كتير احنا منحب الضيوف وعوايدنا وتقاليدنا بتقول أهلا وسهلا ورحبوا بالضيف وصميرة توفيق يعطيها الصحة كمان غنت يهلا بالضيف ضيف الله وصبوا هالقهوة هاي كانت زمان اليوم بنكبس كبسي حتى للقهوة لأنه معناش وقت نوقف قدام الغلاي وانتوا طبعا عارفين شو بقصد مش رح أعمل إعلانات تجارية ولكن فؤاد شو بقول فؤاد غير يا جماعة هو عمته ده الظاهر نازل عنده ضيفة بالفريديس كلامك صحيح الله يخليكم مبسوطين مع هلا شكرا وأهلا وسهلا احنا طبعا هذا كله من فوق قلبنا عم نحكيه لأنه الضيافة عند العرب هيك قالوا أجداد نا مش أنا مليش علاقة يا جماعة وتلومونيش أنا وبحب كل الضيوف دائما يكونوا مبسوطين الضيافة عند العرب تلتة أيام وربع تلتة أيام وتلت أو تلتة أيام ونص مع إنه كسور بسيطة واللي بعلمه جبر ورياضيات وهندسة بعرفوا إنه فيش فرق كبير ولكن عند الضيافة صدقوني عند الضيافة يا جماعة بصير للجزء من اليوم أهمية وين تهى الضيوف وبعرفكم أنتو عم بتقولوا نفس الكلام اللي عم بقوله أنا بس بعائلكو وين تهى الضيوف بده يحمل شنته ويقولنا إلى اللقاء بالضبط هيك وبعرف أنا طبعا مش يعني من وراء قلبكو إحنا عم نحكي لأنه منحب الضيوف إحنا وعوايدنا وتقاليدنا عودتنا نرحب بالضيوف ولكن اليوم مثل ما ذكرت حياتنا تغيرت حياة عصرية فمنحب الضيف يجي هلا أكم يوم ثلاثة أيام أول يوم أهلا وسهلا ومرحبتين ثاني يوم شو وين بدك تروح ثالث يوم ضبيت الشنتة وين تنوصلك يعني كويس خفيف ونضيف ومنضيفك على طول هات نشوف هنا الضيافة عند العرب ثلاثة أيام والله يا شفاء حاج يحيا إنه شفاتي غليلي بهالكلام الحلو حلو ما يزعلوا منك جد كلامك صحيح شفاء حاج يحيا أكيد من الطيبة صح حاج يحيا بس نسمع أهلا وسهلا فيكم هات نشوف مين معنا هون ثلاثة أيام ولاء من كفر قرع كمان ديون فيك راضيين عنك أهلا وسهلا بولاء كلامك صحيح ولاء من كفر قرع عبد الرحمن من كفر قرع شو بيقول كمان كمان كلامك صحيح أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن هات ننتقل من كفر قرع لإكرام الضيف ثلاثة أيام والله الكلام صحيح ويكون الضيف مكرم انتبهوا كتير شو تلعلي هون أنا مكرم معزز من دخوله حتى خروجه ولا يسأل الضيف عن سبب الزيارة إلا بعد ثلاثة أيام والله حلو كلامكم ثلاثة أيام والكلام صحيح إبراهيم بدر من الخليل يعطيك العافية إبراهيم وبفكر أنه ضيوفك أكيد راضيين عنك كمان بالخليل كتير ناس عم تبعت لي قصة المثل كمان وأنا رح أشرحه بالنهاي في ناس عم تختار الكسور الخاطئة هات نشوف شو بالآخر اختار عدنان فايز زعبة مضلش غير التالتة سابتة مضلش وبقول لي أنه الأحسن اليوم بحياتنا ولا يوم هاي برجع إليك طبعا إحنا منحب الضيوف يا جماعة منحب الضيوف يجوا ثلاثة أيام وربع ثلاثة أيام وتلت أو ثلاثة أيام ونص الوقت طيارة هون بقناة هلا بستوديوهاتنا فخلينا نرجع بعد الفاصل ونكون كلنا مبسوطين مع هلا خليكم معنا عدنا مشاهدين لنتابع بعد الفاصل مبسوطين مع هلا وكتار كتار خلال الفاصل عن جد يعني أبسطوني أول شغلي بشرح كل المتابع الثاني شغلي الأمثال اللي عم تبعتولي إياها رح أكرر لبعض منها بعد ما نكشف على المثال محمد قدح أبو قاسم من كفرماندا يعطيك ألف عافية والضياف الظاهر عندك مبسوطين الضيوفك كتير لأنه مضلش إلا التالت سابت صحيح وهي الكلام الصحيح قبل ما نكشف كمان تفاعلات رائعة طبعا على 0583924051 كتار كتار بعتولي أمثال بتجنن كتار كتار بعتولنا كمان شرح وافع عن المثل ليش الضياف عند العرب ثلاثة أيام وربع ثلاثة أيام وتلت أو ثلاثة أيام ونص أحمد قعدان من باقة الغربي ثلاثة أيام ومش كتير يعني بك تغير بس مع أنه مضلش وقت على كل حال قبل ما أكشف خليني أاخد كمان تفاعل كتير بيسألوني كيف تأخذ الأسماء زي ما شايفين يعني أصبعنا عشوائيا بيختار لأنه التفاعل سريع فهو ينزل التفاعل من وقف التفاعل بأصبعنا مثل الخير كيفك ندى بكري وآدم بكري ومحمد بكري من البعني وبيختاروا لنا طبعا أنه الضياف عند العرب إجابة صحيحة ثلاثة أيام وتلت هيك قالوا طبعا أجدادنا فمنكون بهالتفاعل من البعني ومن آل بكري تحياتنا لكم جميعا منختم الفقرة الأولى بدي تعذروني جميعا لأنه كتار ببعثوا لنا تفاعلات سريعة جدا فبتكوا تعذروني دايما بالفقرة الثانية حاولوا اختياركم صح للمثل الأول والمثل الثاني طبعا رح أكشفه بعد شوي خلينا نشرح المثل لأنه الضيافة عند العرب ثلاثة أيام وتلت يعني ليش تلت لأنه تلت النهار بيكون مبلش من الفجر تقريبا للساعة 11 بعدنا مش كتير طالعين على هاليوم هذا هو تلت النهار بيكون الضيف ودعنا وقلنا له أهلا وسهلا فيك وانبسطنا بشوفتك وانبسطنا ثلاثة أيام وتلت في ناس كتبوا لي أنه حتى اليوم الضيافة يوم واحد تكفي هيك كتبوا لأنه الحياة تغيرت حتى تلت أيام مستكترينها على الضيف فكيف تلت أيام ونص تلت أيام وربع تلت أيام وتلت هاي الضيافة عند العرب وكانوا زمان يقولوا ضيف المودة يعني الضيف المقرب كتير مننا يعني أن الأهل ابن عمنا ابن خالنا نسيبنا كانوا ييجوا الناس على البساطة يفرشولهن على الأرض مش ضروري نقعد نعمل صفر شو ما طابخين يوكل هالضيف شو ما متعشين يتعش هالضيف لأنه كانوا على البساطة ويريد ترجع حياة البساطة يا جماعة لأنه حياة البساطة ما فيها تكلف وما بتكلفنا كمان من ناحية الجيبة لأنه بدوق على البساطة شو عنا من هالموارد من الحقل من هال طبعا الغنم اللي عنا والعنز اللي عنا شغلات كانوا يعملوا لبني في البيت يعني بديش أحكي لكم على شغلات اللي هي على البساطة يخبزوا في البيت فكان يقولوا أنه ضيف المودي ما بروح إلا لإهر الحاف والمخدي وطبعا كانت يعني اللحف مش متل اليوم تضاين سنين مرات فكيف لو اليوم بدو ييجي ممكن أنه هالمخدي تهترب يومين فعن كل حال شو بدنا إحنا بحماية المستهلك ما قلنا علاقة بالموضوع ضيف المودي ما بروح إلا لإهر الحاف والمخدي والضيافة عند العرب ثلاثة أيام وتلت لا ربع ولا نص سجلوا هذا المثل عندكو حطوه بقلب برواز فوق الباب وخليني طبعا في مثل معروف أنه بعد الظن إثم وكتير ناس اليوم مش ماشي على هذا المثل فجبتلكوا المثل العكسي حتى نذكر الناس أنه يا جماعة ما تظنوا بحدا سوء قبل ما تكونوا متأكدين بالموضوع وبدناش إحنا يعني لا من حاسب ولا فيه الله بحاسب صحيح حصن الظن يعني كتير مرات إحنا كمان اليوم بحياتنا اللي قلبه طيب بيكون عنده حصن ظن بكتير ناس ولكن بتفاجأ بعد فترة أنه حصن هالظن شو؟ حصن الظن مشكلة حصن الظن ورطة حصن الظن إثم شو رأيكم؟ تلت كلمات واحد تنين تلاتة وصدقونا يا جماعة من وراء كل مثل منختاره نصايح بتضلوا مبسوطين معها ومع هلا سنين لقدام بس احفظوها وتأكدوا أنه ما في مثل كتب من أجدادنا إلا ليكون نصيحة وعبرة نتعلم منها وصدقوني اللي عنده اليوم حصن ظن بكتير ناس بكتب حتى مرات أنه يا جماعة فاجأت أنا بناس كنت نفكرهم صحاب وطياب وكذا طلعوا بديش أحكي شو؟ ولكن نصائحنا بالأمثال حصن الظن مشكلة حصن الظن ورطة حصن الظن بنمرة ثلاثة إثم خلينا نشوف مين أول إيجابة صحيحة على المثل الجديد وطبعا إذا شفت أنه مجاوبين على المثل الأول كمان صح؟ كمان رح نذكر ونشكركم أهلا وسهلا ثلاثة أيام وتلت صحيح مساء الخير بمسيكوا بنور النبي شكرا إن شاء الله مع جديد من تمرة نتمنى لكم التوفيق دايما وطبعا كتير حلو شو طلباتك منوصلها إحنا طبعا أهلا وسهلا فيك بالنسبة للمثل الثاني أول إيجابة خاطئة من أمل عواودي منك فركنة يعني بالنسبة للمثل الأول خطأ كل من اللي اخترتها بدك تغيريها معنا طبعا تقريبا 11 دقيقة انتبهوا كتير ثلاثة أيام وتلت طبعا سارة من يافة الناصرة سارة سيمبة من يافة الناصرة كلامك صحيح وبالنسبة للمثل الثاني منستدى طبعا لأنه حسن الظن شو يا سارة؟ حسن الظن هل يطرى مشكلة ورطة أو إثم تحيات من حليم إسماعيل من كفر قرع اضياف عند العرب ثلاثة أيام وتلت كلامك صحيح وحسن الظن كلامك صحيح أول إجابة صحيحة على الفقرة الثانية اللي بعديلها تقريبا عشر دقايق وشوي حليم إسماعيل من كفر قرع كلامك صحيح أول إجابة صحيحة وعرفت حليمي إنه حسن الظن الكلمة اللي اخترتها مية بالمية صحيحة انتوا شو بتقولوا اليوم حسن الظن يعني لما نكون عندنا حسن الظن بإنسان معين ونتفاجأ بعدين بعملنا مشكلة ورطة أو إثم مثلا الخير أبو رامي من عسفيا شو بقول أبو رامي من عسفيا حسن الظن بدك تغير يا أبو رامي وثلاثة يام وثلاثة الضيافة مبسوطين ديوفك بعسفيا نشكر الله أبو رامي ها لو سأل فيك فكر لنا بالمثل الثاني وابعت لنا بعد معك عشر دقايق تماما هاتوا نكمل ونشوف مين بعت لنا كمان على المثل الثاني وإذا شفت إنه المثل الأول كمان صحيح محمد قدح من كفرمندة أبو قاسم المثل الأول أكيد صحيح الضيافة عند العرب ثلاثة يام وثلث وحسن الظن كلامك مية بالمية وطبعا إن شاء الله يكون عندنا حسن ظن بكترين وما نتفاجأ يظل حسن الظن متابع معنا لأنه مرات شو المفاجأة لما يكون عندنا حسن ظن بكتير ناس نتعامل معهم نشتغل معهم أصدقاء صديقات وفجأة إنه نشوف هالمفاجأة الكبيرة فبسبب لنا حسن الظن مشكلة بسبب لنا ورطة أو بنمرة ثلاثة بسبب لنا إثم لين زعبة الجواب مش كتير يا لين بدك تغيري يا لين زعبة بدك تغيري واللي بسألنا كيف عم تختار زي ما شايفين عشوائيا ريان أبو الحلو من عين ماهل شو بقول أو شو بتقول ريان بدي أنزل 30 متر وتغير الاسم لعبلة أبو الحلو من عين ماهل بدك تغيري يا عبلة حسن الظن لا مش هيك بدك تغيري عبلة هات نشوف مين هون معنا دلال زين من القدس كلامك صحيح ما تغيري أبدا دلال زين حسن الظن كمان بأهل القدس طبعا بتعاملوا بالمثل وبقولوا لنا أنه بالقدس كمان حسن الظن بكتير ناس لو بالبلد القديمي أو بأي مكان حسن الظن زي ما قالت دلال زين يسعدك دلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم علي من الزرزير يعطيك ألف عافية شكرا يا علي الجواب مش كتير يا علي علي من الزرزير بكتغير حسن الظن مش مثل ما اخترت يا ترى شو اختر علي مشكلة ورطة أو اسم بكتغير يا علي صفية أيوب بن سخنين حسن الظن مش كتير يا صفية صفية خلي نيتك صافية واختاري كلمة تانية غير اللي اخترتيها سلام برنامج بجنن شكرا ثلاثة ايام وتلت صحيح خليل حاتم عكري من كابول تحياتنا لك يا خليل وحسن الظن مش كتير حسن الظن بدك تغير بالنسبة للمثل الأول 100% صحيح غير المثل الثاني معك طبعا 8 دقائق وشوي نشوف مين معنا هون حسن الظن كلام صحيح كاتبتنا اسماء الياسن البعني تحياتنا لك اسماء وأكيد كمان ديافة في البعني عند اسماء ثلاثة ايام وتلت مش رح يزعلوا منك ضيوفك ثلاثة ايام وتلت الظيافة عند العرب لا نص ولا ربع وبالنسبة للمثل الثاني كلامك صحيح طبعا بعدلنا سبع دقائق وشوي بنكشف شو حسن الظن اليوم بوقتنا الحالي لأنه قالوا زمان حسن الظن طبعا انه بعد الظن اسم فانتوا شو بتقولوا مشكلة ورطة او اسم حسن الظن مشكلة حسن الظن ورطة حسن الظن اسم مجلس لمان من عرابي 3.3% 3.3 الظيافة عند العرب وبالنسبة يا مجلس لمان من عرابي كمان المثل الثاني صحيح فمتصبح بناس بجننه اليوم ضلك تصبح فيهن يوميا لأنه وصلوك للطرق الصحيحة على أمل كل يوم يا جماعة نتصبح بناس يوصلونا لدرب الأمان وإحنا مبسوطين لأنه مرات يعني علىها مش مبسوطين معهلة منتصبح بناس مبوزة على الصبح بصير أقول الله يجيرنا من هالنهار وإنتوا كمان عم بتوافقوني لأنه تصبحوا بناس مبتسمي بيظل نهاركم مبتسم تصبحوا بناس مكشري بتسكر بوجهكم كل النهار بالضبط هي فيارب يا رب ابعث لنا وابعث لمشاهدي قناة هلا ناس مبتسمي عندها طاقة إيجابية نتصبح فيها على الصبح ليكون نهارنا ناجح وأيامكم ناجحة كمان أنا تعرفوني على الطبيعة يعني بحكي شو بفكر وهذا إشي حلو كتير لكتير ناس نتمنى عليكم يا جماعة الصبح يعني الصباح لأله والابتسام للعبد بيقولوا فهي على ذكر الأمثال مثل خير أرجوان وآية وحل جمامعة من يافت الناصري الجواب والله كلامكم صحيح يا أرجوان وآية وحل جمامعة من يافت الناصر لأنه مرات حسن الظن بسبب لنا مثل ما قاله أرجوان وآية وحل من يافت الناصر يعطيكم العافية تحيات تقال جمامعة كمان حسن الظن شفاء حجيح يا مش كتير بالنسبة للمثل الأول يا شفاء من الطيبة يعني نتمنى الشفاء العاجل لكل اللي عنده نوعك الصحية ولكن شفاء بالنسبة للمثل الأول صح الدياف عند العرب ثلاثة أيام وثالث المثل الثاني مش كتير بديك تغيري معك خمس دقايق بالضبط انتبهوا أنتو ما منلحق نبدأ البرنامج إلا الساعة طائرة يا جماعة وليش؟ لأنه لأوقات الحلوة بتمدى بسرعة وما كذا بالمثل الوقت الحلو بمدى بسرعة ولما تكونوا مع ناس خفيفين الظل وقاربين للقلب تكي بمرء الوقت وهذا حلو طبعا هي سممهنة جد المثلث بدك تغير شوي لأنه مش كتير الكلمة صحيحة بالنسبة للمثل التاني وتحياتنا لكل أهل جد المثلث فارس منكسال كمان يا فارس حسن الظن بدك تغير لأنه قالوا بالأمثال معروف المثل ولكن أنت رحت على الفخ هناك أنت به كتير مثل ما كمان ندا بكري ومحمد وآدم بكري من البعني اختاروا مثل ما اختارت أنت كمان بكسال فانت بهوا كتير ندا بكري ومحمد وآدم بكري بتكوا تغيروا أو غيروا لا بتكوا تغيروا لأنه حسن الظن مرات بسبب لنا مشكلة بسبب لنا بنمرة اثنين ورطة أو بسبب لنا إثم انتبهوا كتير مثل خير جوري بيلسان وتوفيق يعني جوري وبيلسان وتوفيق مونير اسماعيل من الريني الجواب شو مش كتير بتكوا تغيروا الرقم هناك بتكوا تغيروا معكو أربع دقائق وشوي مين معنا هون حسن الظن كلام صحيح الكلمة اللي اخترتوها يارا عوسات من باقة الغربية كلامك صحيح يا يارا ويعني احنا منحب ان كل الناس يكون عندها حسن ظن بكل الناس ولكن اليوم بعصرنا وهي طبعا النصيحة من أجدادنا حسن الظن اليوم بوقتنا الحالي والنصيحة من أجدادنا بتسبب لنا ببعض ناس طبعا مش عن بشمل الكل في ناس حسن الظن بسبب لناش الكلمة اللي اخترتوها مشكلة ورطة أو إثم في ناس عندنا حسن ظن فيهن من هون لإشعار آخر الله يكتر ويزيد منهن حسن الظن مين معنا هون شفاء حجيح يبدك تغير يا شفاء يعني التالت سابتة ضل عليك وشنسك حلو انه عشوائيا عم تطلع دايما الله يسعدك شكرا معين عبدالله من كسرة الجواب يا معين شو الجواب يا معين ده أنزل 30 متر لتاعت بمين متصبح معين اليوم لأنه الكلمة اللي اخترتها خاطئة جدا يا معين من كسرة يعطيك العافية معين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعك صبحة من الزرزير والجواب صحيح يا صبحة صبحة الله يمسيك بالخير جوابك صحيح يا صبحة بالمساء والصبح كمان خليل حاتم عكري من كابول الجواب مية بالمية حسن الزن يا خليل مرات يعني خليل حاتم عكري من كابول مرات حسن الزن بسبب لنا الكلمة اللي اخترتها لأنه اليوم كتير عنا حسن ظن بكتير ناس ولكن الدنيا تغيرت بعد معنا دقيقتين لنأخذ آخر تفاعل اليوم الوقت طيارة انبكر من الناصري الرقم اللي اخترتيه انبكر خاطئ جدا فانتبه كتير حسن الزن مش الكلمة اللي اخترتيها معك دقيق أو نص لا تغيري ونشوف مين معنا هون طولين من باقة الغربية يعني المثل اللي اخترتيه ذكرته أنا ولكن هذا المثل مش المثل اللي عم نسأل عنه ودك إن بعد الظن صحيح ولكن حسن الزن مشكلة ورطة أو إثم انتبه كتير يعني وقعت بالفخ هاتا نشوف مين معنا آخر تفاعلات معنا لليوم محمد زعبي من طمرة الزعبية حسن الزن لا يا محمد لا يا محمد انت رحت وقعت بالفخ بدك تغير يا محمد معك طبعا شوي ونشوف مين معنا هون هاتا نشوف حتى من كتر السرعة بالتفاعل مش عم بطلع بسرعة لإشي جاكلين من يافا تحياتنا إليك جاكلين يسعد مساكو ويعطيك العافية شكرا إليك ويزيدك عافية حسن الزن مية بالمية كلامك جاكلين من يافا وأنا بعرف إنه أهل يافا كمان بيستعملوا الأمثال مبكر من الناصري ضل عليك التالتي سابتي ما ضلش اخترت رقم أولاني وتاني كمان ضل عليك الرقم الأخير مين معنا هون أنت نشوف آخر آخر تفاعلات إم وقام من الطيرة جوابك صحيح يعطيك العافية إم وقام من الطيرة وحسن الزن اليوم يا إم وقام مثل ما ذكرت لأنه مرات بيكون عنا حسن ظن بكتير ناس نتفاجأ هل حسن الزن بسبب لنا مشكلة هل حسن الزن اليوم بالـ 2023 بسبب لنا ورطة هل حسن الزن بالـ 2023 بسبب لنا إثم انتبهوا كتير وقالوا بالأمثال إن بعد الظن شو ولكن ما تروحوا تقعوا بالفخ زي ما كتير ناس ورح أشرح ليش وقعوا بالفخ محمد علاء جوابك شو يا محمد علاء رد 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 ردينا جوابك خاطئ بحب أقولك وبدون ما تقولوا لنا عشرين مرة رد من رد لما نشوف الاسم قدامنا فجوابك خاطئ إن بعد الظن اسم صحيح ولكن حسن الزن مشكلة ورطة أو اسم بعد معنا دقيقة وحدة رح نأخذ آخر إجابة ومين معنا بآخر تفاعل آخر تفاعل آخر تفاعل يلا ونشوف مين طلع لنا بطريقة عشوائية من كتر السرعة حتى بطريقة عشوائية مش عم بطلع مساء الخير ساهر جمامعة من يافت الناصري حظك حلو معنا اليوم حسن الزن مثل ما قال يا جماعة ساهر جمامعة مسك الختام حسن الزن بسبب لنا بالألفين وثلاثة وعشرين ورطة فتحياتنا لكل اللي اختاروا اسم لأنه هداك المثل معروف إنه بعد الظن اسم حطوه على جنب ولكن حسن الزن مش إنه يكون عنا سوء ظن ببعض ناس لأنه إنه بعد الظن اسم هذا المثل حطوه على جنب حسن الزن اليوم بالألفين وثلاثة وعشرين ببعض الناس بسبب لنا ورطة هيك قالوا أجدادنا وطبعا اليوم حسن الزن بالناس من دون طبعا تروي من دون إنه يعني نكون متأكدين إنه هدول الناس يكون عنا حسن ظن فيهن بسبب لنا ورطة بعد فترة صغيرة أو كبيرة وإن شاء الله إنه حسن الزن يكون عنا بكل مشاهدين دايما والطريقة طبعا متبادلة كمان على قناة هلا خليني أذكركم ما تنسوا يا جماعة تشاهدوا على الساعة 9 ختون مسلسل بجنن على قناة هلا كان معكم في الإعداد والتقديم باسيم لقاء بجمعنا طبعا يوم التنين القادم بطريقة مباشر دي ستوديوهاتنا بقناة هلا وتابعوا طبعا برنامجنا الميداني على قناة هلا التحيات إلى اللقاء